يا رب ما تبقى سمع الكلام الكمامات والتبعات الاجتماعي بينه الطلاب النهاردة في اول يوم دراسي في مصر السياحة العالمية منظمة السياحة العالمية بتقولك 90% تراجع في الحجزات بسبب كورونا ينا ربيض ينا ربيض 90% تراجع في الحجزات عايز اقول لأسحاب المنشآت السياحية في مصر يعني كنت انا بفكر انا كده وزوجتي المصونة ااخد كده يومين ثلاثة انا بحب لؤسر واسوان في الشتاء ثلاثة اربعة ايام كده لما في يناير في ديسمبر اخش يا مؤمن اشوف الاسعار لا مرعبة قلت له كمان احنا هنروح اسوان ايه ولؤسر هنركب يعني الوتوبيس هنركب الطيارة لا خلاص فارجعي ورا طب ايه الحكمة كل المنشآت السياحية المعمولة في الغرداء وشرم الشيخ ولؤسر السياحة بتتراجع في العالم بسبب كورونا منظام السياحة العالمية بتقولك 90% تراجع في الحجزات مقارنة بالعام الماضي يبقى السياحة الداخلية هي اللي هتشغلك في الفنادق بتاعت الغرداء والعين السخنة وشرم الشيخ والحيتة دي ولؤسر واسوان طالما انا حبيبها خفضوا الاسعار بقى عشان الناس تجيلكم بقى لانتو هتعملوا ايه هتحطوا ايديكو على خدكو كده ولا ايد على ايد مفيش حد جاي من بره العالم كله خلاص اتاكاوكا عتاني يبقى احنا اللي هننشط السياحة الداخلية على عينه وعا الراسه بس ما تبقاش الاسعار كده يعني ما خلاص الفندق تبانى والدنيا خلصا لكن انا بقر ارقام كبيرة ترجمة نانسي قنقر